اليمام الماسي مش لون واحد اليمام الماسي الوان كتير والالوان دي عبارة عن تفرات تعالى نعرف اكتر عن تفرات اليمام الماسي اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اليمام الماسي الطير اللي له شعبية كبيرة جدا في الدول العربية وبالذات العراء وبالمناسبة تحية كبيرة لشعب العراء اللي بيحب طيور الزينة عموما وبيحب الطير دوت كنا اتفقنا ان الطير ده في البرية او في الشكل الطبيعي بتاعه النورمل اللي هو العلماء او الناس اللي مهتمين بتصنيف التفارات بتاعت اليمام الماسي سموه اللون البلو البلو اللي هو الازرق باللوع العربية وهو الشكل او لون الطير بتاع اليمام الماسي في الطبيعة حتى لو انت ما بتشوفوش ازرق قوي ولكن هو ده الاسم بتاعه فلما تسمع كلمة بلو اعرف ان المقصود به اللي هو النورمل بتاع اليمام الماسي اول طفرة ظهرت في اليمام الماسي هي طفرة السيلفر ودي ظهرت في استراليا كالعادة لانه هو اصلا موطن الطير زي ما قلنا هو استراليا وبالمناسبة هي طفرة متنحية يعني عشان تظهر في الانتاج لازم تكون موجودة عند كلا الابوين طيب علشان نوضح طفرة السيلفر دي عبار عن ايه طفرة السيلفر ان اللون تخفف ان اللون اللي ازرق ده افتح وبرضو العلامات اللي موجودة افتحت شوية وبرضو فيه تغيرات حصلت فيه لون الاسلحة بتاعة الجناح ظهر بعد كده طفرة اسمها البلو وايت رامب او الازرق زوء الرامب الابيض الرامب هو المنطقة اللي بتقع موجودة على اسفل الظهر ما بين الجناحين وحتلاقوا هنا في الصورة باللون الابيض لكن الديل ما تحولش الابيض زي ما واضح كده معاكو لان الطفرة اللي بعد كده هي طفرة البلو وايت تيل يعني الديل كمان لونه ابيض وزي ما انتو شايفين هتلاقوا هنا الديل لونه ابيض بعكس الطفرة اللي فاتت كان الديل لونه اسود هنا الديل والرامب اللي اتنين لونهم ابيض وبالمناسبة الطفرة دي سائدة سواء كانت الويت رامب او الويت تيل اللي هو الديل الابيض او الرامب الابيض طفرة سائدة نيجي بعد كده للطفرة الخاصة بالسيلفر السيلفر برضو زيه زي البلو ظهر منه ويت رامب وظهر منه سيلفر ويت تيل يعني فيه سيلفر بلون رامب ابيض وفيه سيلفر بلون ديل ابيض وعلى فكرة في اغلب الطفرات هتلاقي دايما قصة اللون بتاع يعني اتفرزت نفسها والويت رامب منها والويت تيل منها يعني الديل الابيض منها او الرامب الابيض منها يعني الكلام ده هنلاقيه كمان في الطفرات التانية اللي جاي حابب أنوه لحاجة وأشكر برضو في نفس الوقت الناس اللي أخدنا الصور دي منهم صور الطيور دي سواء كانت من على النت سواء كانت بقى ترجع لناس يعني عرب أو ناس أجانب أحنا حابين نشكرهم لأن لولا أن هم صوروا الصور دي توضحوا المعلومات دي واللي بالمناسبة أنا ما لقيتهاش بسهولة الموضوع عن الحمام الملكي أو اليمام الماسي مش منتشر عنه تفاصيل كتير ولا معلومات كتير ولا هي القوي اللي فاهم بشكل علمي فيه يعني أغلب الناس حتى اللي نجحت في الانتاج منه وهي ناس كتيرة لأنه هو انتاجه مش صعب يعني تربيته زي ما قولنا في الفيديو اللي فات سهلة وسهلة تنتج منها لكن النقطة العلمية بقى وانتاج الطفرات وإيه السائد وإيه المتنحي فيه وشكل الطفرة والاسم العلمي بتاعها هو ده اللي صعب شوية وما فيش معلومات عنه كتيرة فحابب كده في وسط الفيديو وأشكر الناس اللي احنا استخدمنا الصور بتاعتهم علشان ده حق ليهم يعني نيجي على الطفرة اللي بعد كده وهي اسمها البريليانت البريليانت دوت يعني اللون بتاعه بيكون فاتح أميل للأبيض ولكن عليه نقشة أو زخرفة كده بسيطة النقشة ديت هي اللي مدياله الشكل المميز بتاعه والبريليانت برضو فيه منه زي ما شفنا في البلو في السيلفر فيه منهم الوايت تيل وفيه منه كمان الوايت ترامب على فكرة من أجمل وأغلى الطفرات اللي هتلاقيها طفرة البريليانت نيجي للطفرة اللي بعد كده وهي طفرة اليلو أو الأصفر وعايز أقول معلومة أن أغلب الطفرات اللي جاية ألوانها قريبا من بعضها ومحتاجة حد خبير أكتر علشان خاطر يعرف فرق ما بينها لأنه التفرقة ما بتبقاش بس على درجة اللون كمان بتبقى التفرقة من الأسلحة بتاعت الجناحات اللي هم آخر كام ريشة في الجناح طوال دول بيبان كمان فيهم بعض الصفات اللي بتأكد الطفرة بتاعت الصفاء ديت دي طفرة اليلو في منها كمان الوايت رامب زيه زي السيلفر والبلو هنا الرامب بتاع الطير لونه أبيض طيب كده اتكلمنا عن طفرة اليلو واليلو رامب ندخل على الطفرة اللي بعد كده معانا وهي طفرة الرد طفرة الرد بتلاقي حمار شوية كده في لون الجسم وبيختلف من طير لطير في طيور بيكون الحمار زاهي وظاهر عليها وفي طيور لأ الطفرة ديت معرفش ما لقيتش ليه آآآآ تصنيف علمي للطفرة الخاصة باللون الديل فيما يخص طفرة الرد او الطفرة اللي هي بتاعت اللون الاحمر وان كنت لقيت صور لطيور حمره والديل بتاعها أبيض زي الطير دوت وزي الطير كمان ده ولقيت ان في اختلاف ما بين لون الديل بتاعهم ولون الديل في الطير الاحمر اللي مش شايل طفرة اللون الابيض الخاصة بالرمب والديل لكن ده مجرد اجتهاد انا ما شفتش تصنيف للرد اللي بديل ابيض او برمب ابيض ندخل على الطفرة اللي بعد كده وهي الالتيميت رد يعني الطفرة دي ملقتهاش كتير ولكن لقيت ان المميز لها هي ان اللون الاحمر بتلاقيه مقتصر على نقشة كده على الجناح ومقدمة الظهر وكمان اللون الاحمر مميز بالاضافة لوجوده على الاسلحة بتاعت الاجنحة ودي اسمها الالتيميت رد حابب عشان اختلاف المسميات بتاعت الطفرات تكتب لي كده وتشاركني انت من انهي بلد وبتسمي الطفرة دي في البلد اللي انت فيها باسم ايه لاني لقيت مصطلحات كتير للطفرات زي النفطي والعسلي والشكري والمشجر والابيض الكذاب او التلجي الاحمر المعجوني كل دي مسميات لقيتها في بعض الدول العربية وليها دلالات او دي مسميات للطفرات اللي احنا عملين نتكلم عليها فاكتب لي في التعليقات قول لي الطفرة دي الاسم العلمي بتاعها كذا واحنا بنسميها في البلد اللي احنا فيها بالاسم ده او ده المشهور عنه يمكن لما نعمل كده يبقى فيه كده زي اللغة موحدة ما بين الدول العربية وما بين بعضها في المسميات الخاصة بالطفرات اللي تخص اليمام الماسي او الحمام الملكي الطفرة اللي بعد كده هي طفرة البيتش او الخوخي وتقريبا في بعض الدول العربية بيسموها المشمشي الفكرة ان هي لون قريب من اللون البرتقاني بيبقى مؤثر على الفرد زي ما احنا شايفين كده في الصور وطبعا بالطبيعة بيكون التأثير اوضح من كده طيب انا بحب بقى الصورة دية ليه علشان مجمعة ثلاثة الوان من اليمام الماسي وتخلي الواحد يعرف في فرق ما بينهم لان كل واحد لوحده ممكن تتلخبط في الدرجات لسه فيه طفرات تانية مهمة وجميلة ويمكن تكون هي الاعلى سعرا بالنسبة للناس اللي حابة تجمع ما بين التربية يعني الهواية وكمان ان هي تكون مربحة دي هنقولها في الفيديو اللي جاي بإذن الله هسيب لكم الفيديو اول ما ينزل في التعليقات بتاعت الفيديو دوت وفيه صندوق الوصف عشان تتفرج عليه ونكمل مع بعض سلسلة التفارات الخاصة باليمام الماسي مستني تعليقاتكم وتكتبولي كده الاسامي بتاعة الطيور او المصالحات الخاصة بالطيور ديت في البلد اللي انتو فيها كمان لو حابين تشاركوني الصور الخاصة بالطيور بتاعتكم لو انتم من المربيين بتوع الحمام الملكي او اليمام الماسي عشان نعمل فيديو عن الطيور الخاصة بمشتركين القناة واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة